السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا حل الصفحة 33 من كتاب أنشطة رياضيات لسنة الخامس محيط المربع والمستطيل إذن نبدأ بأتمرن مع التمنين الأول قال لحماية المسبح أراد صاحبه بناء سياج حديدي يبعد عن الحافة ب2.5 متر كما هو مبين في شكل قال ما هو طول هذا السياج إذن نقول طول هذا السياج الذي يحيط بشكل مستطيل معناه نقول المحيط محيط هذا المستطيل لكن لم يقل المستطيل هو المسبح وإنما أبعد السياج عن المسبح ب2.5 متر إذن هنا المسبح طول المسبح هو 14 متر لكن أبعد السياج ب2.5 في الجهتين معناه طول المسبح 14 سنتيمتر هنا 2.5 وهنا 2.5 معناه نزيده 5 متر إذن 14 زائد 5 وتساوي 19 إذن هنا طول المستطيل وهو 19 متر لماذا؟ لأن طول المسبح 14 متر زائد الجهتين هنا 2.5 متر وهنا 2.5 متر لأن حسب عرض المستطيل إذن هنا عرض المسبح هو 8 متر لكن أضاف مساحة لهي 2.5 متر في الجهتين معناه هنا 2.5 وهنا 2.5 معناه 5 إذن 8 زائد 5 ماذا تساوي؟ تساوي 13 متر إذن الطول هو 19 متر والعرض هو 13 متر إذن قال طول السياج طول السياج معناه الإحاطة معناه نحسبه المحيط إذن المحيط هو 19 متر الطول زائد العرض لأن هذا مستطيل شكل إذن الطول زائد العرض الطول زائد العرض 19 زائد 13 في 2 إذن 19 زائد 13 تساوي 30 31 32 32 32 في 62 وتساوي 64 إذن دائما نحسبه في الأقواس ومبعد ندير عملية الضرب في 2 مفهوم؟ إذن 64 ماذا؟ قلنا دائما في طول السياج والمحيط معناه تكون نفس الوحدة إذن 64 متر مفهوم؟ الآن في الجزء الثاني قال أحسب محيط هذا المظلع بطريقتين إذن عندنا هنا مظلع نحسبوه بطريقتين إذن الطريقة الأولى وهي جمع كل الأطوال إذن المحيط أي محيط محيط أي شكل معنى مجموع أظلعه إذن الظلع الأول هو 46 متر إذن نبدأ بهذا الظلع هو 46 متر زائد هذا الظلع هو 72 متر زائد الظلع هذا هو 31 متر زائد هذا الظلع هذا الظلع ما نعرفهش لكن هذا الظلع هو طرح ما بين 72 ونقصه منه 15 إذن 72 نقص 15 وتشاوي 70 ساوي 60 وتشاوي 57 وخمسون إذن هذا الطول هو 57 لماذا؟ لأن 57 زائد 15 تشاوي 72 نفهم؟ إذن نضيف لها 57 زائد هذا الجزء هذا الجزء أيضا هو 46 ناقص 31 نصيب هذا الجزء إذن 46 ناقص 31 وتشاوي 15 إذن هنا 15 إذن نضيف 15 ونضيف هنا 15 إذن زائد 15 زائد 15 أخرى إذن بالجمع إذن 46 زائد 72 زائد 31 زائد 57 زائد 15 زائد 15 وتشاوي 30 إذن هنا 7 زائد 7 تشاوي 14 زائد 2 وتشاوي 16 إذن هنا 5 زائد 10 تشاوي 15 20 وهنا 23 إذن 23 إذن هنا 236 ماذا سنتيمتر إذن محيط هذا المظلع هو 236 سنتيمتر بالطريقة الثانية نقوم بتقسيم هذا المظلع إلى الشكلين إذن هذا عبارة عن مستطيل وهذا عبارة عن مربع إذن نحسب ماذا نحسب محيط المستطيل فقط إذن هنا محيط المستطيل هو 72 زائد 31 في 2 معنى الطول زائد العرض في 2 إذن 72 زائد 31 في 2 إذن 72 زائد 31 وتشاوي 103 في 2 وتشاوي 206 إذن نحسب محيط المستطيل الآن يتبقى مربع لكن ينقصه ظلعان إذن هذا الظلع نحوه نحطه في مكان هذا الظلع ونقوم بحساب ظلعين فقط إذن 15 زائد 15 وتشاوي 30 إذن زائد 30 إذن 206 زائد 30 وتشاوي ماذا 206 و36 نفس المحيط مفهوم الآن قال أحسب محيط هذا المظلع إذن نشوف هذا المظلع يتكون من 4 مربعات زائد مستطيل إذن نحسب محيط المربع الأول إذن هنا لدينا 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر إذن محيط المربع هو الضلع في 4 إذن هنا 16 إذن 4 في 4 وتشاوي 16 إذن هذا المحيط 16 يتكرر 4 مرات شوفوا الآن هنا شرطة معناه متقاييسان في الطول إذن هنا 16 في 4 16 تتكرر 4 مرات إذن المحيط هو 16 في 4 ماذا يسوي إذن بعد العملية 16 في 4 4 في 6 تسوي 24 4 في 1 تسوي 4 زي 2 تسوي 6 إذن تسوي 64 إذن محيط المربعات الأربعة هو 64 الآن نحسب محيط المستطيل إذن محيط المستطيل هنا الطول 12 والعرض 4 سنتيمتر إذن 12 زي 4 سوي 16 في ماذا في 2 إذن الطول زي العرض إذن 12 زي 4 كل في 2 إذن 12 زي 4 تسوي 16 في 2 وتسوي 32 إذن محيط المستطيل وهو 32 سنتيمتر إذن لحساب محيط المضلع كاملا معناه محيط المربعات وهو 64 زي محيط المستطيل وهو 32 وتسوي 96 سنتيمتر إذن محيط هذا المضلع هو 96 سنتيمتر الآن في الجزء الثالث قال يملك علي وجمال قطعتي أرض متجاورتين إذن يملك جمال وعلي قطعتي أرض متجاورتين إذن هذه ملك علي وهذه ملك جمال قال يفصل بينهما سياج طوله 35 متر إذن هذا السياج يفصل بينهما طوله 35 متر قال قطعة علي مربعة الشكل طول ظلعها 35 متر إذن قطعة علي مربعة الشكل إذن هذا المربعة الشكل معناه 35 هنا 35 35 متر هذه قطعة علي وقطعة جمال مستطيلة الشكل طولها 125 متر إذن قطعة جمال مستطيلة الشكل إذن هذه قطعة جمال طولها 125 متر إذن هذه قطعة جمال العرض نعرفه اللي هو 35 متر قال اتفق علي وجمال على ضم القطعتين إلى بعضهما ما هو محيط القطعة الجديدة إذن اتفق علي وجمال على نزع السياج إذن حذف السياج ما هو محيط القطعة الجديدة إذن هذا القطعة الجديدة القطعة الجديدة ما طولها إذن طولها 125 زائد 35 إذن الطول زائد الطول والعرض يبقى نفس العرض إذن الطول هو 125 زائد 35 إذن هذا هو الطول ويساوي 160 إذن يصبح الطول هو 160 متر إذن لحساب المحيط القطعة الجديدة تصبح 160 الطول زائد العرض اللي هو 35 متر في 2 إذن 160 زائد 35 وتساوي 195 195 في 2 وتساوي 400 إلا 10 معنى 390 متر إذن محيط القطعة الجديدة وهو 390 متر مفهوم؟ الآن في جزء أبحث قال أحسب طول الشريط اللازم لربط علبة الهدية علما أن ربطة العقدة تحتاج إلى 90 سنتيمتر إذن نشوف الهدية هذا الوجه عبارة عن مربع والوجه هذا عبارة عن مستطيل إذن لوضع هذا الإحاطة معنى إحاطة على مربع لأن طول الظلع 21 21 21 21 21 إذن لربط الجهة المربعة معنى 21 المحيط 21 في 4 وتساوي 84 الآن لربط الجهة المستطيلة معنى الطول 21 والعرض 45 عن 45 زائد 21 في 2 معنى المحيط المستطيل وهي 66 في 2 وتساوي 132 مفهوم؟ إذن هذا المحيط تحت الشكل المربعة وهذا المحيط تحت الشكل المستطيل زائد ماذا؟ زائد ربطة العقدة إذن 132 زائد 84 زائد 90 ماذا تساوي؟ إذن وتساوي 6 هنا 9 زائد 8 وتساوي 17 زائد 3 وتساوي 20 إذن نحتفظ بـ 2 وتساوي هنا 3 إذن وتساوي 306 سنتيمتر إذن طول الشريط لازم لربط علبة الهدية وهو 306 سنتيمتر مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعنا لنا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أترك في رعاية الله وبركاته